ماذا يدرس قائد الأوركسترا؟ معكم يا سليماني بحلقة جديدة من مايسترو قائد الأوركسترا يمكن من أكثر الموضيع التي تسألوا عنها بشكل عام وهذا السؤال الذي قمته مميز سأجاوبكم عنه بهذه الحلقة قائد الأوركسترا أول شيء يجب أن يكون بالبداية قبل أن يبدأ أوركسترا يجب أن يكون عازف جيد على آلة من الآلات يجب أن يكون عازف جيد على الكمان مثلا على البيانو لا أعرف أي آلة تشيلو أو أوب وأي آلة يجب أن يكون عازف جيد ليش؟ لأنه عندما يكون عازف جيد يكون عنده ألمام موسيقي بالموسيقى بشكل عام وبالمهارات المفروض العازف تكون موجودة عنده بحد أدنى لما يعزف الأوركسترا لا يعرف بعدين شو ده يسأل العازف ولا يعرف شو يتطلب منه لا يقدر يعزف أو ما يعزف الشيء اللي يطلب منه قائد الأوركسترا يجب أن يكون مستوى جيد على آلة موسيقية واحدة الثانيه يجب أن يكون ألمام جيدة جدا جدا بكل الآلات الموسيقية هذا يدرسيما كان الملهрь perché اي ي عليها مت布 окوائlide الدولية. إذن عزف بقليد للدرس علماء العاتف لين أن نانع الشخص ن συνطاقق يأتون من أكثر وصل ذايع الدورة يجب أن نكون أسماء علماء العبر وفي نسأل ثلاثل acord الكبل ق consistsناع النصف في zweite نمنا لضيف وصلها الآلة للطبول مثلا نشتون بيعزفوا عليها نشتون بيتغير الصوت إذن عزف بشكل مختلف كل هاي التفاصيل مطلوبة مهمة كتير أنه يعرف العزف بشكل عام عن كل الآلات الموسيقية كمان بيتعلم يقرأ كل المفاتيح الموسيقية يمكن الناس بتعرف بس مفتاح السول اللي هو مفتاح الموسيقي المستعمل بشكل عام بالموسيقى العربية ولكن فيه مفاتيح تاني بيقوله مفتاح فام في منه مثلا أو مفتاح دو هاي المفاتيح بتغير بأسماء النوتات الموسيقية ومكانها على الأسطور فهو لازم يعرف كل هاي المفاتيح الموسيقية الآلات الموسيقية مو كلاياتها بتعزف النوطة وبيطلع الصوت يعني مثلا على البيانو بتعزف نوطة دو وبيطلع نوطة دو لا بآلات تانية في عندهم مثل تحويل يعني مثلا بآلة الهورن هي بتتحول بشكل خامسة موسيقية بآلة الكلارينت بيقوله بيقوله مبي فلات الدو بيطلع صوتها سي بيمول ففي عندها هاي الآلات تحويل بتكون النوطات اللي بتقراها غير الصوت اللي بيطلع من هاي النوطات فكمان لازم يكون القائد الأوركستر بيعرف كل هاي الآلات وكل التحويلات وقدر يعملها بعقله بشان يقود البروفيات والحفر بشكل سليم لازم يعرف كل النظريات الموسيقية يعني لازم يعرف هاربوني لازم يعرف كونتر بوان لازم يعرف شطون بيصير التوزيع عادة لازم يعرف المساحات الصوتية للآلات لازم يعرف كل هاي الأمور النظريات الموسيقية كلها لازم يكون قائد الأوركستر متمكن منها بشكل جيد ويعرفها بشكل ممتاز لازم يكون عنده مهارات إدارية شطون يدير الأوركسط طبعاً هاي الأمور كمان يتعلمها بقياد الأوركسط يعني قاد الأوركستر بتعلم لما بيعلموا شطون يقود وشطون يعزف فأكيد بيعلموا شطون يفوت العاسفين مع بعضوهم وفهم مع بعضوهم بيعلموا حركاتات الإيد بيعلموا التقنييات اللي بستعملها بي داخل فكمان هاي الأمور بتعلمها قاد الأوركسترا وأخيرا لازم يكون قاد الأوركسترا عنده ثقافة عامة ومعرفة خاصة بالموسيقى ليش لأنه الموسيقى مو بس كمان الشي اللي بتتعلمه أنت أثناء دراستك لا الموسيقى والحفلات بشكل عام وعلوم الأداء كلتها هي مربوطة بخبرتك بالحياة ومعرفتك وهذا كلتا يبينعكس أثناء الحفلات وبما أنه قاد الأوركسترا هو المسؤول وهو اللي يقدم وجه التنظر الموسيقى بالحفل فهو لازم يكون عنده كتير معرفة موسيقية حتى يقدم شي ممتع للناس وحتى الموسيقيين يساقوا فيه فهذا كلتا يتعلموا بأثناء دراسته فيه كتير قواد أوركسترا أنا كانوا أصدقائي يعني ما طول الوقت قاعدين بالمكتب يعميروا ويتابعوا ويدرسوا ويروحوا بيسافروا أحيانا من البلدان الثانية اللي يشوفوا مثلا إذا بدون يقودوا أطعى مثلا سينفوني لبيت هوفن مثلا بروحوا بيشوفوا الكتاب اللي بيخط إيد بيت هوفن هو كاتبوا ولا يشوفوا أنه هل هاي الشغلات شو هو أصد فيها أحيانا بيشتروا كتب معينة تكون بيقولوا لها أورتكست هو عبارة عن نسخة من العمل الأصلي المكتوب بمشا ما يكون فيه أي يعني مجال يقدموا هذا العمل بشكل معين يعني فيه كتير تفاصيل أصد قول أنه القادر الأوركسترا بني يكون فيه عنده كدير بحث كتير علم كتير معرفة هذا كمان بيتعلموا أثناء الدراسة وبالنهاية طبعا بنيتشكركم ابعتولي إسئلتكم على انستغرام وعملوا لايك لهذا الفيديو إذا حبيتولي يطلع لكم موضيع تاني بتشبهه أكيد لو تدعموا القناة كان معكم يا سليماني حلق جديد من مايسترو سلام بليز لايك شعروا وسبسكرايب على يوتيوب وبعد تنسوا تفاعل الجرس وأكيد عملوا لي فولو على انستغرام وبعدوا لي إسئلتكم الجواب عليها بأسراء وقت ممكن